فتفقه في شرعة الديان الدين دين محمد وهداه في حكم الإيمان ومحكم القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد برنامج هداية السائل نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم حول الصوم والصيام في شهر رمضان المبارك وكذلك الأسئلة التي ترد في باقي أبواب الفقه نذكر المشاهدين الكرام إلى أن هواتف البرنامج متاحة للاتصال علينا وإبداء الأسئلة والاستفسارات وإلى حين ورود اتصالاتكم إلينا نقرأ عليكم مستحبات هذه الليلة طبعا اليوم هو اليوم السابع والعشرون وغدا يوم الثامن والعشرون أما هذه الليلة هي ليلة يوم ليلة الثامن والعشرون من ليالي شهر رمضان يستحب فيها الغسل وفي الوسائل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صلى في هذه الليلة ليلة الثامن ليلة الثماني وعشرين من شهر رمضان من صلى ست ركعات ست ركعات المقصود بيها ثلاث مرات مثل صلاة الصبح يعني ركعتين وبعدين ركعتين وبعدين ركعتين هكذا تصلى الصلوات المستحبة إذا كان المطلوب من عندك مثلا ست صلوات يعني عفوا ست ركعات يعني المقصود تصليها اثنين اثنين إلى أن تنتهي فاليوم عفوا في هذه الليلة الليلة الثامن والعشرين تصلي ست ركعات وفي كل ركعة بعد الحمد عشر مرات آية الكرسي وبعد ذلك عشر مرات إنا أعطيناك الكوثر وعشر مرات قل هو الله أحد في كل ركعة من ركع الستة لهذه الصلوات وبعد أن تنتهي من الصلاة تصلي على محمد وآل محمد مئة مرة والأثر المترتب على من صلى وسبح هذه التسبيحة يعني بالصلوات مئة مرة في الرواية مذكور غفر الله تعالى له وبعد ذلك يعني بعد الانتهاء من الصلاة ومن التسبيحة يعني ومن الصلوات عفوا لمئة مرة يدعو بهذا الدعاء مباشرة وهو دعاء قصير وليس بالأدعية من الأدعية الطويلة دعاء قصير يعني بعد المئة مرة اللهم صلي على محمد وآل محمد بعدها تدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تهب لي قلبا خاشعا ولسانا صادقا وجسدا صابرا وتجعل ثواب ذلك الجنة يا أرحم الراحمين هذا الدعاء بعد الصلاة وبعد المئة مرة اللهم صلي على محمد وآل محمد أما غدا يعني في اليوم الثامن والعشرين يوجد هذا الدعاء إن شاء الله نأخذ نقرأ لكم هذا الدعاء بعد هذا الاتصال من أم حسن من واسط أم حسن تفضلي تفضلي يا أم حسن السلام عليكم مولانا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تقبل الله أعمالكم إن شاء الله يا أم حسن إن شاء الله مننا ومنكم مولانا تفضلي يا أم حسن مولانا عندي أريد أروح لأهلي بس أهلي بغيري يعني أنا أنا بقضاء أو أهلي بقضاء فإذا أروح لهم يعني أفضر شو قد يبعد تقريبا أربعين كيلو أو أقل أو أكثر ما أعرف زين تروحين ليوم واحد تروحين عشر تيام يومين يومين ثلاثة يام إذا إيه إذا يومين وثلاثة يام مو يوم واحد في هذه الحالة أنت مسافرة أنت مسافرة يعني لأنه المرأة تتبع زوجها في الإقامة وفي السفر أنت الآن مسافرة طلعت من بيت أهليك من بيت زوجك رايح البيت أهليك لو يوم واحد نقول تطلعين بعد الظهور وترجعين مثلا قبل الفجر هذا مثلا مثال أما إذا تبقين يومين هاي اليومين أنت مسافرة لازم كون تفطرين يعني أفطر نعم تفطرين زين يعني مولانا بضي إفكال مثل فطاري يعني لأن مو ضرورة شنو المقصود يعني مو ضرورة يعني يعني مثل الشفاري مو كفار ضرورة يعني يعني هيت رايح أشوف أهلي ايه هو لو نشوفين أهلي شيئا يام ضرورة يعني صلة الرحم صلة الرحم هم تعتبر من الضرورات ما بيش شيئا ومولانا أنا أقلد السيد السلساني بل وأريد أنطي فطرة والفطرة أريد أنطيها يعني مثل أرحامي مستحقين بس بغير يعني بغير مدينتي الآن قاعدة بيها يجون بالإمكان نعم بالإمكان لأنه الأولى في دفع الزكاة والحقوق الشرعية الأولى أن يكون الأقرب فالأقرب من الأقرباء الأقرب فالأقرب ذولا إلهم أولوية في العطاء حتى لو كان فيه غير محافظة إلهم أولوية أهلا وسهلا ومرحبا بيتم حسن بل فالدعاء بل فالدعاء آه ليوم الثامن والعشرين من قرأه فيه يعني غدا نهارا من قرأه فيه فكأنما أطعم كل جائع والدعاء هو هذا اللهم وفر حظي فيه من النوافل وأكرمني فيه بإحضار المسائل وقرب فيه وسيلتي إليك من بين الوسائل يا من لا يشغله الحاح الملحين هذا الدعاء يوم غد إن شاء الله في النهار يقرأ ويا حب ذاله يكرر أكثر من أكثر من مرة ورد إلى البرنامج سؤال حول الفطرة وكمية الفطرة زكاة الفطرة يعني المقصود زكاة الفطرة هي ثلاث كيلوات ثلاث كيلوغرامات من الطعام يعني من واحدة من الغلات الأربعة للزكاة المعروفة التمر الحنطة الشعير يعني أو المقصود بطحين الحنطة وطحين الشعير أو مخبوزهما كالخبز مثلا من طحين الحنطة والخبز من طحين الشعير ثلاث كيلوات مقدارة يعني يوزن ثلاث كيلوات للنفر الواحد من العائلة يعني لو فرضنا أنه عدنا إحنا عائلة مكونة من خمسة أنفار الأب والأم وثلاثة مثلا أولاد أو ثلاثة أولاد وبنات يعني مو فرق بين الأولاد والبنات خمس المهم العائلة مكونة من خمسة أنفار فثلاث كيلوات ثلاثة في خمسة خمستعش كيلو من الحنطة أو من طحين الحنطة أو من التمر مثلا أو من الزبيب هذا هو المقصود أو حتى من الحبوب الأخرى كالرز مثلا والعدس مثلا ومثلا اللب أو غيرها من الحبوب المهم أن يكون ثلاث كيلوغرامات هاي ثلاث كيلوغرامات تدفع علما للفقير عن كل نفر من أفراد العائلة يجمحها أبو العائلة وينطيها إلى فقير فأنا ضربت لكم مثال عائلة مكونة من خمسة أنفار هاي الخمسة أنفار يعني ثلاثة وثلاثة وثلاثة الأخير خمسة عش كيلو يصيرون ثلاث كيلوات في خمسة خمسة عش كيلو هاي الخمسة عش كيلو رب العائلة يأخذها وينطيها إلى فقير يقول لا أنا ما عندي مثلا أنطي خمسة عش كيلو تمر أريد أنطي فلوس فلوس لما تطيها لازم تقول لما تطيها تقول هذه زكاة الفطرة بدل بدل الطعام يعني بدل الثلاث كيلوات اللي لازم تدفعها أنت كطعام ونت الطهية للفقير هو الفقير بعد ذلك يأخذها يشتري بيها طعام أما مثلا كيفية تحديد مثلا الفلوس شقد يعني يطي فلوس يشوف سعر الكيلو مثلا مال التمر بالسوق شقد أو كيلو الطحين شقد يشوف المتوسط يعني المعدل نقول معدل الأسعار شقد ويقول هاي فلوس ثلاث كيلوات هشه صار من سنوات احنا معدل معدل ثلاث كيلوات مثلا تمر أو طحين أو أي مادة من ذن المواد هي ألف ونص نقول الكيلو بخمسمية فثلاث كيلوات هاي ألف ونص أما الواحد اللي عنده مثلا ويريد يقول لك أنا ما أريد أن أعير الثلاث كيلوات التمر أريدها مثلا من تمن والتمن العنبر أبو سعر العالي وينطي فلوس مقابله مثلا على سبيل المثال لو فرضنا أنه الكيلو بألف فثلاث كيلوات هاي ثلاث تالاف مو ألف ونص فينطي الثلاث تالاف في حينئذ ولكن كمعدل كمعدل في الأسواق الآن لهذه المواد هي الألف ونص فاللي عنده مثلا من الصائمين من من أولياء الأمور من أرباب الأسر رب الأسرة يطلع الألف ونص وينطيها إلى الفقير ويقول هذه بدل ثلاث كيلوات الفطرة عدنا من بابل حنين من بابل اتفضلي يا حنين السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تقبل الله أعمالكم إن شاء الله اتفضلي اخذ حنين مولانا أنا عنده زوجي هو أكبر مني نعم تفضلي زوجي أكبر مني تقريبا بسبب سنوات أو ثمانية مولاي لا يصلي ولا يصم ويكفر دائما أنا أحتي يا يكفر لا حول ولا قوت الله أنا أصلي الحمد لله يعني دائما من أصلي أقول أنت أنا عمر 26 سنة أقول أنت ليش ما أصلي دائما يسب على أهلي يكفر يجي من أهلي البيت يجي من الله لا حول ولا قوت إلا هذا ويصنع إلى درجة أنا تعبت مولاي تعبت حلي أنا 26 سنة عمري وقلبي تعبان أطفال ما عنده مزاجه وين عمر 2 سنة ويصنع تقريبا 14 سنة أو 15 لا عنده أطفال تعبني إلى درجة ما أحد يتوقع باستطاعتك التركي إذا هو بهذه الحالة مستمر في هذه الحالة إذا لا يرجى منه الإصلاح أبدا يعني حاولتي أنت حاولتي أهلي أهله الناس العاقلين حشويا وبعد ذلك ما يفيد بي فشي لا يرجى منه أن يعني أن يمشي مثلا على الطريق المستقيم فيبقى إليش إنه فقط التركي بعد ذلك الطلبين تقليه مثلا فارقني وانتهى الأمور ما أولا وإحنا المشكلة عندنا عادات وتقاليد ما شاء الله ما أحد يقبل إنه وصلت إلى هذه الدرجة ولا أحكي يقولون أنت مخاش لا حول ولا قوة إلا بالله يعني في هذه الحالة بعد تسلمين أمر شيء إلى الله سبحانه وتعالى لا شيء سوين إنا لله وإنا إلي راجعون بس أنت لا الضلين لا الضل لا تعبين ظلي دائما أنت في دائما أوعضيه وأرشديه إلى الطريق القوي وظلي أنت على صلاتك وصومك لتنقطعين من عدها أبدا لا الحمد لله الحمد لله بس ما أولاي أنا الحمد لله صايمة من أنا صغيرة ما مطلب بس أنت سبب المرض يعني العام عندها عمليات والسنة لأنجر بتعبان عنده صمام وما قدرت ما قدرت أصوم شن الحكم عليه عليك الفدية فقط فقط الفدية موصية يعني ما علي دائما أصوم ويعني بش في أصوم إذا أثر الصيام على مرضك ولو ربما يفاقم مثلا من المرض أنت عليك فقط الفدية ما عليك صيام الفدية شكرا أنت الفدية عن اليوم الواحد سبعمية وخمسين غرام يعني ثلاثة أرباع الكيلو ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام تدفعيها إلى الفقيرة عن كل الشهر اثنين وعشرين كيلو ونص يعني بدون معصوم بس فدية أي بل بس فدية بل نعم عدت سؤال أخرى أخد حنين ماكو نعم نكمل معكم الأسئلة التي وردت إلى البرنامج ذكرنا لكم التحديد بالتحديد الفطرة لأن هذه الأيام هي الأيام الأواخر من شهر رمضان أعاده الله علينا وعليكم إن شاء الله باليمن والبركة في هذه الأيام الأواخر يكثر السؤال حول الفطرة وحول كمية الفطرة ونوعيتها مثلا فذكرنا لكم كميتها وهي ثلاث كيلوغرامات من الأحدى أنواع الزكاة الغلات الأربعة اللي هي إما تمر حنطة شعير وزبيب أو مثلا رز تمن أو باقي الحبوب الأخرى هذا من ناحية الكمية والنوعية وقلنا الكمية هي ثلاثة كيلوغرامات والنوعية هاي الأنواع ذكرنا لكم إياها الواحد يقول أنا ما عندي مثلا نوع من هاي الأنواع بإمكانه أن يعطي فلوس وينويها أنها بدل هاي الثلاث كيلوغرامات أيضا من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج وكثير ما يذكر هذا السؤال سؤال كثيرا ما يتردد وهو حكم تدخين السكائر في رمضان جي قاير طبعا عند السيد الأحوط وجوبا أن يترك التدخين يترك التدخين في نهار شهر رمضان للصائم على الأحوط وجوبا لأنه من المفطرات عند السيد ثم أكو مسألة أخرى نترك قليلا أسئلة المشاهديين اللي يرسلوننا ياها عبر الأسأم أسأو وهناك موضوع في غاية في الأهمية إن شاء الله نلقيها عليكم إن شاء الله بعد هذا الاتصال كرار من البصرة أخ كرار تفضل أهلا وسهلا ومرحمة عدي أخوي نعم يعني أصوم بس ما يصلي يعني يقضيها نوم بس صلاة المغرب عدي شاء وباقي الصلوات ما يصلي يعني يقضيها نوم بي لا يعني المقصود بس اسمح لي يعني ذن الصلوات مثلا نايم وفاتتة الصلاة نقول ما يخالف نايم ما يصليه البعد ها هي لا لا ما يصليه يعني ولا قضاء ولا فشي لا 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 ما يكو قضاء ما يصير لازم إذا قعد من النوم يقضي هاي الصلوات اللي فاتن ما يصير قبل وعدل يروح يعني بس مجرد بس يأكل يعني هذا صيام صيام مجرد عطش مجرد جوع وبس لابد أن يكون مصلي لازم الصلاة والصوم لأنني عبادات والعبادات ما تتجزأ مو يقول لك أنا والله أنا أصوم بس أصوم وما أصلي أو أصلي وما أصوم العبادات لا تتجزأ نعم أخ كرار أهلا وسهلا ومرحبا بيك نعم الموضوع المهم اللي حبيت اليوم أنا أذكره لكم وأنا في طريقي إلى القناة صادفت بعض العسكريين وكانوا واكفين بالشارع جزاهم الله خير في الواجب هما واكفتهم بالواجب وجزاهم الله خير والعسكري طبعا الحكم مالت معروف خصوصا مثلا من أبناء المحافظات الجنوبية أو أي محافظة أخرى أو من محافظة كربلا لكن عسكري ويداوم هناك أكو مثلا واحد عنده عذر شرعي للإفطار وكواحد لا ما عنده عذر شرعي ولكن عاصي مفطر مع يعني سواء كان عنده عذر سواء كان عنده عذر شرعي أو لم يكن عنده عذر شرعي هذا لا يجوز لك أن تهتك حرمة نهار شهر رمضان نهار شهر رمضان له حرمة وحرمة نهار شهر رمضان سواء كان معذورا أو غير معذور من ذوي الأعذار أو من غير ذوي الأعذار لا يجوز له أن يهتك حرمة نهار شهر رمضان وبالعلن وبالسفار عفوا مسفرا هكذا من دون تغطية من دون مثلا يركب على الأقل سأركب بالسيارة ودخن أو يشرب لك مثلا استكان شاي أو غيرها بس أنت تقعد برا على كرسي واقف مثلا بالمنع وتخوط مثلا باستكان شاي ساعة بالأربع العصر هذا النهار له حرمة وهدك الحرمة حرام بلي عدنا اتصال انقطع الاتصال نتمنى أن يعاود معنا المتصل نكمل أسئلة المشاهدين الكرام أحد المشاهدين يقول ما حكم ارتماس الصائم الغواص إذا كان يحيط برأسه جسم يمنع وصول الماء إلى جميع رأسه أو بعضه الغواصين شاي فيهم مثلا يلبسون بدلة يسموها بدلة غوص وحاول رأسه تماما أكو جسم مثلا قبعة فالشيء يحمي جسمه من الماء كون الماء ما يجي إلى رأسه شنو حكمه يقول لو كان الرأس مثلا داخل في إناء مثلا زجاجي أو أي شيء آخر يحمي رأسه من وصول الماء إليه فالظاهر حينئذ عدم بطلان صومة وليس ما يعتبر من الارتماس أيضا أحد الأشخاص يقول أنا كنت أقلد مرجع والآن عدلت منه إلى مرجع آخر وثبت عند الأخير يعني هذا المرجع الثاني اللي قلد عيد رمضان بعد المرجع الأول فهل يجب علي إعادة صوم ذلك اليوم الذي فطرت فيه على رأيي المرجع الأول قبل العدول طبعا يقضي ذلك اليوم هذا اليوم اللي فطرت به تقضيه على المرجع الثاني نحن ما بقى عندنا من الوقت الكثير حتى نقرأ فيها بقية الرسائل بقى عندنا وقت قصير جدا لذلك أنا أذكر المشاهدين الكرام من أنه ست ركعات اليوم المستحبة بعد الحمد عشر مرات آية الكرسي عشر مرات إنه أعطيناك الكوثر وعشر مرات قل هو الله وأحد ثم بعدها الصلاة على محمد وعلي محمد مئة مرة ثم بعدها الدعاء اللي ذكرت الكومية وإن شاء الله نحن مستمرين وإياكم إلى بقية أيام شهر رمضان المتبقية عاده الله علينا وعليكم باليمن والبركة نودعكم على أمن أن نلتقي بكم غدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وبركاته اشتركوا في القناة